تبدأ بالتربية والتعليم في أساسها يكون أساس قوي لكن نحب الناقش ما يتداول من ظواهر كبيرة بالشارع العراقي تحديدا متتجول ببغداد أول شي جذبك قطع ويافطات عليها ما أحد الكذا للتقوية منين اجتت هذه الظاهرة وليش دعما نشوف تجمعات طلابة عرفنا محد هذه الظاهرة من من اجتهم ما هي أسبابها هياك الله شكرا جزيلا أستاذ راهد وشكرا للقناة المشاهدين أكيد كل حالة تظهر لها أسباب ومتداعيات هذه الأسباب تظهر هكذا ظواهر يعني تفضل تقريركم بهكذا أمور السبب الجوهري أنه المناخ الدراسي في العراق يحتاج إلى جهد كبير حتى يرجع لكون مناخا دراسيا صحيا حاجتنا للأبنية المدرسية بشكل كبير سبب معالجاتنا إلى تطورات المنهج العالمي ويجب أن نكواكب المناهج العالمية هذا سبب آخر ما يدور بالعراق من أزمات عسكرية وسياسية واقتصادية كذلك تؤثر على المزاج الاجتماعي والمزاج العائل للعوائل كذلك تداعيات الذهنية العراقية أنه بقينا على نفس السيستم بالدرجات والاختصاصات يجب أن يكون مهدس ويجب أن يكون طبيب ويجب أن يكون صيدلاني وطبيب أسنان دون إيجاد فرص حقيقية في سوق العمل لما هو موجود الآن بالعالم خلقت عندنا هكذا التداعيات أساسا وضعنا التدريسي وضعنا مزاجنا العام يقوم على الحفوظ والاستذكار وجزء من الاستدراكات والاسترجاعات وهذه أيضا مشكلة يجب أنه نتوقف عندها كثيرا حقيقة المعالجات قليلة اشتركوا في القناة